هو الإنسان لماذا يقول غير الحق إما رغبا وإما رهبا يطلب أو يخاف ومن يطلب هذا النبي الله سلم عليه وصفه بوصف أشد من هذا الوصف قال تعيس عبده الدرهم والخميصة والدينار تعيس عبد سماهم عبيدا سماهم عبيدا وتعرف يا أخي أن أعظم أو أسوأ وصفه هذا أنا قلت لما قلت الإعلام كالذكار الإعلام والمشايخ اللي هم كالإعلام أما المشايخ أهل الحقي أما المشايخ من أهل الحقي أما حتى اللي ساكت شايد جاء يقري في المتون أو الوحدات في تركينا ومبتعد هؤلاء إنحييهم لكن أن تقوم موقع المسئولية في موقع النصح لله ورسوله ولأخوة عامة المسلمين وخاصتهم ولكتاب الله ثم أعذلك نراك إذا الريح مالت مال حيث تميله يبقى الإنسان أربعين سنة وخمسين سنة ما اعترض يوما ما اعترض يوما ولا أبعد ما الذي قلت قبل مرة إلا المسألة كالآتي إما إما الحاكم كابي بكر وعمر وإما العالم منافق لأن السنوات هذه يعني سيحدث في أشياء كثيرة أين اعتراضكم على الإعلام على الغناء على الخمر على التخنط على الولاء والبلار الكافرين حتى ولو ناصح سرا حتى ولو صدقنا أنهم يناصحون سرا إذا ناصح مرة ولا اثنين سيطرده الحاكم وسيبعده أو هو يطلب الاستقالة لكن لما يبقى أربعين عام يا سيدي لا طلب الاستقالة ولا أوذية معنى ساكد معنى عراب معنى والناس ينظرون يعني يقولون كيف أضاعوا الأمة كيف أضاعوا الأمة